تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى من واصل بقصص الجمعة اللي دايما بذكركم لكم بتروحوا تشوفوا السلسلات والحلقات الكثيرة اللي طرحناها حتى الآن في قائمة تشغيل مخصصة اسمها قصة الجمعة وتشوفوا فيها القصص اللي بتناسبكم قصة الجمعة اليوم حنحاول نخففها لأن الحلقتين الماضيات كانوا ذقال نالوا إشادتكم ونالوا إعجابكم وفي حلقتين عم بحضر لهم كمان قويات جدا وفيهم ضيوف خاصين جدا فحبينا ناخد راحة بما أنه خلصت الجورة الدولية وداخلين على مباريات قوية ودوري أبطال أوروبا خلوا حلقتنا اليوم تكون خفيفة خلوها تكون حاول رقصة ندم عليها اللي رقصها عكس البرازيل لما رقصت بالأربعة وتسعين والثلاث الشهير عكس رقصة رجاه ملة الشهيرة في كأس العالم تسعين هدول الناس رقصاتهم صارت تاريخية لكن فيه شخص أصبحت رقصته ندم حتى اليوم مش لأنه رقص بل لأنه اختارت توقيت الغلط للرقص حندخل بتفاصيل هذه القصة لكن جميع ما أدخل فيها دائما بدي أذكركم تتركوا لايك على الفيديو لأن هذا بساعدني أوصل لكم الفيديوهات الجديدة اللي حترحها لاحقا دائما الروح على كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2015-2016 موسم الحجائب موسم تتويج لستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي كان كريستال بلس عم بيلعب الدوري عم بيبدأ بشكل رائع لمستوى أنه هذا الفريق وصل البوكسينج داي وخلصه بـ 26 ديسمبر يعني 26-12 2015 وهو في المركز الخامس وبفارق نقطين بس عم تتنهام صاحب المركز الرابع الجميع عم بيشيد بالمدرب ألان باردور بروعة كريستال بلس والتحول من فريق زجاجي لفريق حديدي لكن أول ما بدأ عام 2016 نحس ونزل على الفريق كآبة وسيطرت عليه لمستوى الفريق اللي كان خامس قبل نهاية السنة تاعت 2015 أنهى الموسم في نصف 2016 وهو في المركز 15 وبفارق خمس نقاط فقط عن الهبوط لأنه في 2016 كريستال بلس لعب 19 مباراة في البرمير ليج فاز مبارتين بس وخسر 13 وتعادل 4 فقط يعني نسبة انتصاراته في عام 2016 بالدوري 11% فقط لكن الوضع كان مختلف تماماً بكأس الاتحاد الإنجليزي الفريق أسد في الاتحاد الإنجليزي عكس وضعه في البرمير ليج في 2016 لعب 6 مباريات نحو المباراة النهائية كلها في عام 2016 في كأس الاتحاد الإنجليزي وكلهم فازهم بدأ بفوز على ساوثامتون ب2-1 وسجل هدف الفوز والفريدزاه وبعدين في الدور الرابع رجع والفريدزاه سجل هدف الفوز 1-0 على ستوك سيتي ثم كانت مواجهة كبيرة مع توتنهام بدور 16 زهى ما سجل في هذه المباراة لكنه صنع هدف الفوز أمام توتنهام بوكتينو وذهب الفريق لدور الثمانية ثم فازوا 2-0 على ريدنج وبعدها 2-1 على واتفورت بنصف النهائي ليجد كريستل بلس الجريح جدا في الدوري نفسه في نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي في جهة ثانية كان مان يونايتد عم بتقدم بصعوبة عم بتطريعي بمباراته مع وستهم لأنه تعادل في المباراة الأولى قبل ما يفوز باللقاء الثاني وعم بتأهل بنصف النهائية على حزاب إيفرتون بهدف قاتل في الدقيقة 93 سجلوا الفرنسي مارسيال وصلنا المباراة النهائية الإعلام كله بردد نفس المعلومات لو مان يونايتد فاز وتوج باللقب لن تتم إقالة الميس فانجاج صاروا شبهوها في مباراة صارت بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1990 كان مان يونايتد عم بيلعبها وكان يقال لو خسر مان يونايتد سيقال السير أليكس فالكسون ولكنه فاز ومن بعدها بدأ التاريخ وتخيلوا ذلك اللقاء في التسعين هناك إجمع كامل أنه لو لا لما عاش في ريكسون السنوات الطويلة اللي عاشها مع مان يونايتد ولصت في البحثة اللقاء تاع سنة 1990 كان ضد كريستال بلس اتعادلوا في المباراة الأولى 3-3 أعدوها وفاز يونايتد في الإعادة الآن يونايتد عم بواجه كريستال بلس في مباراة بلش يشبهوها مباراة في ريكسون يا لويس فانجاج ألان باردو مدرب كريستال بلس صار لح قبر اللقاء قال أنا أحب لويس فانجاج وأشعر أنه هذا اللقاء بالنسبة له مثل لقاء في ريكسون ضدي لما كنت لاعب مع كريستال بلس في نهاية 1990 الشوط الأول هذي كثير مفيش فيه كثير فرص من يونايتد سدد عشر تزديدات مقابل ثلاثة لكريستال بلس لكن من العشر تزديدات ليونايتد واحد بس بين القائمين استحواذ يونايتد 69% لكن فيه يعني اللي كان يحضر اللقاء كان شعر أنه كريستال بلس صامد مانع الشياطين الحمر روحوا عمر ما بسهولة فصار فيه أمل أكبر وأكبر عم بزيد عند مدربه ألان باردو الشوط الثاني بدأ من يونايتد أكثر حدة بضرب العارضة مرتين لكنه ما سجل وظلت النتيجة 00 حتى الدقيقة 72 مدرب كريستال بلس بقرن يقوم بتبديل شجاع ومفاجئ ويغير فيه الخطة بداخل اللاعب بوسط اسمه جيسون بونشون بدأ الظهير أيمن اسمه وورد وبغيره الخطة بذلك وبعد هذا التبديل بصدقائق فقط نفسه اللاعب اللي نزل بلعب راكر ركنية وبتطلع بره منطقة الجزاء بيقوم لاعب من كريستال بلس بدخلها مرة ثانية لمنطقة جزاء كرة عالية سوق رقابة من لاعب يونايتد ليبتسم الحظ لبونشون البديل وبتيجي الكرة على رجله بيذهب للمرمى وبرسل صاروخ 1-0 لكريستال بلس الجميع اعتقد في تلك اللحظة كريستال بلس صنع المفاجئة صنع الصدمة كريستال بلس عم فوز باللقب وما فيهم المدرب ألان بردو اللي مات مالك نفسه ذهب بنفسه لكاميرا وقام بتأديد رقصه جميلة جدا الرقصة لكن نتائجها بعد ذلك كانت وخيمة وكأنه بردوه وبرغوس بيقول لنفسه أنا اللي بصح أنا صح أنا اللي نزلت هذا اللاعب وسجل هدف أنا لخطتي ماشي كان يشعر أنه توج فعلا لكن بعد ذلك بدقيقتين بس وروني بيسلم الكرة تقريبا من نص الملعب بينطلق وسط يعني يخي نسميه برود من لاعبي كريستال بلس بيدخل روني منطقة الجزاء بعد ما راوغ أكثر من لاعب من كريستال بلس وبيلعب عرضية مروان في العين بحضرها بسدرو بشكل جميل جدا لماتة اللي بيسجل هدف التعادل في الأشواط الإضافية كريستال بلس كان أشجع كان تردد فعله قوي كان أخطر حتى ببعض المواقف واتساملوا الحظ أنه انطرد سمولينج مدافع من يونايتد فأصبع عنده نقص عددي اتشجع كريستال بلس وشعر أنه المباراة قربت ولكن من كرة طائشة منطقة الجزاء لينجارد بصطادها بتزديدة رائعة جميلة نحو المرمى هدف الفوز لمان يونايتد هدف التتويج لمان يونايتد اللي حول الرقصة الجميلة تاعت ألان باردو إلى فضيحة رقصة والتفاصيل اللي قاء بعد ذلك حولت ألان باردو ليكون من ضمن الممز في ذلك السنة حتى أنه موقع الممز الشهير أو الجيف الشهير جيب بتشواي اللي منعرفه جميعنا قام بتخصيص صفحة الألان باردو مقتصة بالجيف تاعه وبالممز تاعته ومعظمها كانت ألان باردو عم بيرقص بتقول ديني ميل عن هذه الرقصة كادت أن تكون أعظم احتفال في تاريخ نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن تتحول لواحدة من اللحظاته المحرجة وقبل أشهر قليلة في عام 21 ألان باردو تحدث للصحافة عن هذه الرقصة وقال أنا ندمان عليها ما كان لازم أرقصها وما كنت متوقع أن الناس يظلوا يذكروها لليوم وكأنها حدث مهم رغم أنها ليست كذلك ألان باردو على حق لأنه حتى حساب تويتر الرسمي لكأس الاتحاد الإنجليزي في يوم الرقص الدولي عام 2020 قام باستذكر رقصة ألان باردو ولما سألوا لينجرد صاحب هدف الفوس عن هذه الرقصة قال بعض الناس يرقصونا مبكرا أحيانا لهذا ألان باردو كان منحوص جدا في نهايات كأس الاتحاد الإنجليزي كمدرب وكلاعب لعبها ثلاث مرات مرة كلاعب مع كريستل ضد مان يونايتد خسر ومرة كمدرب مع كريستل ضد مان يونايتد وخسر أيضا زي ما حكينا وأيضا كمدرب خسر أمام لي بربولي بألفين وستة بركلات الترجيح لما كان مدرب وستهام ثلاث مرات خسر الكأس وبثلاث مرات ما خسر في أول تسعين دقيقة ألان باردو تحدث بألم عن هذه الظاهرة الثلاث نهايات اللي خسرهم بقول جاءتني الفرصة أكثر من مرة لأبهر لأبرق لأنشهر يعني خلينسميها لكن هذا الشيء مش مقدر لإلي للعلم كريستل بلاس لعب نهائيا كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخه والاتنين هم اللي خسروا معي نهايتد تسعين والفين وستة عشر لكن الجميع كان يتوقع الويس فانجال يضل بس مش هذا اللي صار بعد المباراة تمت إقالة فانجال وتعيين جوزي مورنيا الويس فانجال اعتبر الموضوع قيانه وصرح أكثر من مرة أنه إدارة يونايتد طمأنته فوز بالكأس وحضل لك معنا ولكنه فاز بالكأس وما ظل معهم اعتبرها كثير ناس نوع من خيانة إدارة يونايتد لا الويس فانجال أنه فيه فريكس وحيد في هذا النادي بياخد فرصة بعد بطولة كأس أما أنت الآن في يونايتد الكبير في يونايتد اللي صنعوا فريكسون ما بيصير إن كافأك عشان بطولة كأس قصة ألان بردو بتوريك قديش أنه لحظة الفرحة رحظة الانتصار أو الاعتقاد أنك انتصرت كما يقولون هي أخطر لحظة على المنتصر لازم ظل يركز ألان بردو بيقول أنا ربما غفلت قليلا كان لازم اللاعبين يرتكبوا فول على وين روني لكن لحظة الفرح هذه اللي انتشفت جعلت اللاعبين يخلوا روني يذهب لمنطقة الجزاء بسهولة هناك من قال بعد اللقاء أنه هذه المبالغة بالفرحة هي سبب فقدان التركيز لدقائق عند اللاعبين بيسكرت القدم لما لعب يندفع اللاعب الأول الثاني الثالث لازم يعمل فول مش هذا اللي صار روني مر منهم واحد وراء واحد وهناك من يعتقد أيضا أنه الإحراج اللي أحط بألان بردو الكبير جدا بعد هذه المباراة حطمته نفسيا فخلت بداية الموسم اللي بعده سيئة للغاية وانتهت بإقالته قبل ما ينتهي عام 2016 اللي هو بالتأكيد أسوأ أعوام ألان بردو قصة خفيفة حبينا تكون قصة الجمعة تابعتنا اليوم برجع أذكركم لو سمحتوا لايك على الفيديو للي حابين يرجعوا يشوفوا مقاطع ثانية مني دائما تطلع لهم في اليوتيوب نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى